فيمكن أن تختم فيها القرآن عدة مرات في حيضها ونفاسها وتحاول أن تشهد أيضا المواعظ والذكرى والدروس بالنسبة للمرأة قد أجرى الله في سننه الكونية هذه العادة ويعادة الحيض والنفاس على بنات حواء وفي ذلك الوقت نعم هي لا تصلي ولا تصوم لكنها تقرأ القرآن وتذكر الله وتكثر من الأذكار وباب الأذكار مفتوح هنا مامها وباب الصدقة وباب التعوذ وقراءة القرآن لها أن تختم القرآن من حفظها ولها أن تقرأ في جزء منه فإذا أكملت جزءا أخذت جزءا آخر واليوم يسر الله هذه الأجهزة فيمكن أن تختم فيها القرآن عدة مرات في حيضها ونفاسها وتحاول أن تشهد أيضا المواعظ والذكرى والدروس وأن تسمع منها ما تيسر لها في بيتها عن طريق الشاشات والوسائل التواصل فتسمع الدروس فيحصل لها إجر العلم وهو من أهم أنواع القربات والطاعات وتسمع المواعظ فتزيد بذلك إيمانا ويقينا وتتعلم كذلك تحضر فتكثر سواد المسلمين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإحضار الحيض والعواتق وربات الخدور يوم العيد يشهدنا الخير ويكثرنا سواد المسلمين ويأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى مكان الصلاة ويجلسنا وراءه في ذلك تنبيه على أن تكثير سواد المسلمين وحضور الدروس والمواعظ والأنشطة الدعوية مشروع للحيض والعواتق وربات الخدور وكل ما فيه تكثير لسواد المسلمين ونصرة لهذا الدين مطلوب من الجميع وهو جهادهن فجهادهن ليس فيه قتال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين وأن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا